رفع السمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن أبو الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد الدول غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى رفع أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبيات البحرينية بمناسبة فوز مملكة البحرين بالمركز الأول في الترتيب العام لجدول ميداليات البطولة الأولى للشباب والشبات لألعاب القوى لدول غرب آسيا البطولة اختتمت منافساتها على أستاذ مدينة خليفة رياضية لتتوج المملكة باللقم للمرة الأولى في تاريخها ويتأهل 12 عداء بحرينيا إلى بطولة العالم للشباب والشبات والتي ستقام في بولندا في شهر يوليو المقبل وأكد سموه أن هذا الإنجاز التاريخي هو ثمرة من ثمار دعم القيادة الرشيدة ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للحركة الرياضية والشبابية بشكل عام ورياضة ألعاب القوى بشكل خاص وما تحظى به أم الألعاب من رعاية واهتمام متواصلين ساهم في تبوء المملكة مكانة مرموقة على جميع الأصعدة لتواصل مسيرة الإنجازات والنجاحات بخطا ثابتة نحو العالمية وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إن الإنجاز يعكس بوضوح التطور الذي تعيشه ألعاب القوى البحرينية وما تضمه من عناصر متميزة مشيدا سموه بالمستويات المتميزة التي قدمها جميع الأبطال والبطلات في مختلف المسابقات وتشريف وطنهم خير تشريف في هذا المحفل العربي وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن هذا الإنجاز سيحفز مجلس إدارة الاتحاد لبذل المزيد من الجهود وتبني العديد من الخطط والبرامج والاستراتيجيات الرامية لكسب المزيد من الإنجازات على مختلف المستويات كما أشهد سموه بالنجاح التنظيمي الكبير الذي رافق البطولة والذي يعكس حجم القدرات التنظيمية المتميزة للكوادر البشرية الوطنية مؤكدا أن استضافة البحرين لهذه البطولة يجسد حرصها المتواصل على تفعيل دور اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى للارتقاء برياضة أم الألعاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر